التليفون واتصال مع إمام عشور النهاردة وإمام عشور قال لي يا كابتن علاء إن أنا هلعب أنا لازم هلعب أنا هلعب يعني هلعب كده فشعور كويس طبع إن اللعيب لو قلت لي ما ليش دعوة ليش هلعك أنا هلعب هلعب الماتش يعني هلعب الماتش باللفز كده شعور كويس وعالفكرة لعبت وكلها كلها كده بس فيه وقت يا مهيب لازم اتفكر شوي خصون طبيا غلط يعني أنا ممكن لعب ماتش النهاردة لكن الأقدر بيحصل لحاجة بعد كده هو بش لعيب الكورة مش عايش دلعبك يا مهيب حتى كلنا مررنا الموضوع ده بس هو فيه وقت لازم لازم تسمع تسمع الكلام الطبيب تسمع عصول تلعق يعني مع لعيب الكورة عايز إلا بيعطولها كابتن لكن وقتها أما ييجي وقت يقولك لأ هبقى فيه غلط وخطر ما ينفعش إنت تعرف إن البعثة عاشت ليلة صعبة جدا طبعا أحكي لك القص بيلعبوا اللي هو طايرة فراح إمام عمل باكورد أو دابل كيك نزل على دماغه من الخلف صعبة افتكرو بيهزر طبعا يا أمام قوم يا أمام قوم يا أمام مفيش طبعا الدنيا تقلبت طبعا يعني هم بيهرجوا مع يا أم قوم انت عارب بقى الحركات دي قوم مفيش مفيش حاجة خالص طبعا جريه بيه وقعد في غيبوبة فترة كبيرة جدا صعب صعب يا مهيب أنا مشكر طبعا كل الناس اللي سهمت وعالجت وحرست على متابعة إمام عشور سواء الجهاز الطبي دكتور محمد أبو العلا أو الجهاز الطبي والمسؤولين في كودفار يعني عمله اللازم بصراحة صعب يا مهيب بعد غيبوبة وكده ويقول لن أعيش زلعب أه اللعيب أعيش زلعب لكن كمان فأنا مضحيش باللعب عشان مباراة جماعة لازم نكون واضحين بس في اللابز بالزبط هي مش غيبوبة هي إغماءة إيه إغماءة مش غيبوبة معلش يعني لازم نكون واضحين أسل الغيبوبة دي لأ عوزوا بالله يعني ده يعني فقد الوعي أيوة إغماءة فقد الوعي لأنه مردش عليهم لأنه مردش عليهم يعني هم مفتكرو بص أنا تعرضت الموقف ده قبل كده كان النادي الأهلي بنلعب في كينيا وكانت الدنيا مطرة وكرة اتشاطت فأنا وقف مستنيها الأرض طبعا المبلولة الكرة لما عملت البندي ديت بقت أسرع من كل حاجة فجات في وشي فأغم علي وقعت وكرة قدامي بس أنا مغم علي وهم برضو اللعيبة كانوا فاهمين وجل العيب بتاع كينيا ورحطتها وتعدلنا واحد واحد قعدت في الإغماءة ديت حوالي ربع ساعة مش حاسب حاجة خالص ده شالوني وطلعوني على البرة الملعب قعدت حوالي ربع ساعة الله يرحموا الدكتور سيد سالم كان معانا فضل معايا لغاية أما فوقت ورحت القتيل عادي خالص وما فيش أي مشكلة ونزلت بعد كده مع زملات منزلنا اللي تمشي حوالين الفندق يعني فأنا عارف الإغماءة بتبقى إزاي يعني تمام كابتن أحمد لك تعليق على أمام عشور واللي حصل لا معرفش أمم أفريكا الأخرين دي مع حراس المرمى بتصابوا واللعيبة بتتصاب يعني يعني كنا دايما بنتبح والله بجد يعني ده يعني بعد الصعود دي كان إحنا صعدنا برضو يعني ربنا كريمة ده ثنة ثلاث ماتشات صعدنا دي نادرة أن إحنا تحصل معنا أنا عارف الكلام ده وحمد حسن كان بيد وأنا مع أحمد وانت؟ طيب ده شيء كويس لازم يتعامل يعني اللعيبة مع كل مباراة ولا خل بعد كل دور ترجمة نانسي قنقر